استراتيجية أمريكية جديدة حيال الأزمة السورية بدأت تتكشف معالمها بعد هجوم خانشيخون الكيموي استراتيجية اتخذت من عزل روسيا وسيلة ضغط على موسكو لفك ارتباطها بنظام الأسد في سوريا فبدأ من إعادة العلاقات الدافئة مع الدول العربية مرورا بتعزيز الروابط مع بكين ووصولا إلى التوافق مع الناتو على العمل المشترك باتت استراتيجية إدارة ترامب واضحة في انتظار رد فعل روسيا التي بدورها تجمع شريكيها السوري والإيراني في موسكو للتشاور بشأن تطورات الأزمة لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي يفجيني سيداروف ومعنا من واشنطن المتحدث السابق باسم وزارة الجفاع الأمريكية جيفري جوردون بإمكانكم أيضا مشاهدين أن تشاركوا معنا في هذا الحوار بإرسال أسئلتكم وتعليقاتكم إلى موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ يفجيني دعني أبدأ معك مساء الخير سمعنا كثيرا في الأون الأخير عن مساعي تبذلها إدارة ترامب كما يقول البعض في محاولة لعزل موسكو فيما يتعلق بالملف السوري تحديدا إلى أي مدى برأيك هناك بالفعل مؤشرات على أن مثل هذه السياسة تنتهجها الإدارة الأمريكية على الرغم من أن الرئيس نفسه الرئيس ترامب اليوم يقول بأنه يأمل أن الأمور ستسير على ما يرام مع روسيا وأن العلاقات ستعود إلى نوع من الدفء في المستقبل القريب مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام وضيفك الكريم أعتقد بأن أمال البعض سواء في الولايات المتحدة أو دول الغربية الأخرى وحتى ربما في روسيا نوعا ما بأن هناك إنذارا يأتي به تيلرسون إلى موسكو ليقدمه إلى القيادة السياسية الروسية لكي تختار الأخيرة ما بين دعمها لترامب وتطبيع العلاقات مع الدول الغربية ربما العودة إلى مجموعة سبع الكبار ورفع الأقوبات هذه الأمال لم تتحقق بل تبددت بسرعة من خلال مباحثات تيلرسون مع وزير الخارجية الروسي نظيره سيرجي لافروف ولقاء مع بوتين الحقيقة أن البلدين لم يبدأ أي إشارة تدل على أن هناك ربما عداوة سافرة فيما يتعلق بنوايا بعضهم البعض العكس كما أعتقد صحيح طبعا أمام البلدين طريق طويل جدا نظرا للخلافات الكبيرة القائمة بينهما حول الملف السوري لكن هذا الطريق بدأ يوم أمس والسبب الرئيسي أو الدفع الرئيسي الذي يمكن أن نقوم أو يقوم عليه مثل هذا التفاول الحذر الذي عبرت عنه الآن هو أن هذه الزيارة كان يمكن أن تلغى حيث أنه قبل أيام وحتى ساعات معدودات ترددت بإمكانية إلغاء هذه الزيارة أو تأجيلها ولكن هذا لم يحدث والدليل هذا يدل على أن الولايات المتحدة وروسيا هم محتمتين بعضهم بالبعض فيما يتعلق بمصالح مشتركة الحفاظ على السلام السير إلى أمام نحو التصوية السياسية التمسك بمبادئ تم الاتفاق عليها بين الأطراف الرئيسية التي لها علاقة بالصراع في سوريا ورغم طبعا هذه الخلافات كما قلت البلدين يبدو أنهم عزمان على خطوات انتخاذ خطوات باتجاه تقريب مواقفهما ومشاركة معا في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية طيب جيفري جوردن مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا الحوار نتحدث عن تصريحات حقيقة تعطي انطباعات متناقضة إلى حد ما لقاء فاتر بالأمس كما وصف من قبل الجميع بين ريكس تيلرسون وسيرجي لفروف واعتراف واضح من الطرفين بأن مستوى الثقة متدني بأن الخلافات عميقة خاصة فيما يتعلق بالملف السوري وكل هذه الأمور ومع ذلك بقيت النبرة التفاؤلية موجودة بأنه محاولة لتصحيح مسار العلاقات ورفعها إلى مستوى أفضل الرئيس ترامب اليوم يقول في الوقت المناسب سيعود الجميع إلى التعقل وسيكون هناك سلام دائم إلى أي مدى بالفعل هناك مساعي في واشنطن لعزل موسكو وجعلها تظهر بمظهر أنها في المكان الخطأ وتقف إلى جانب الحلفاء الخطأ هل هذه استراتيجية تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة؟ شكراً ومن جيد أن أراك وأيضاً لضيفك من موسكو أعتقد بأن السيد ترامب طبعاً قد صدمته كثيراً تلك الصور الصور الأسلحة الكيموية في إدلب أعتقد بأنه قد أظهر للعالم بأنه غير متوقع فهو تحدث طبعاً عن أشياء في أثناء حملته الانتخابية حينما انتقد السيد أوباما بعدم مثلاً تدخله في سوريا وأيضاً انتقاده لأن أوباما طبعاً لم يفعل أي شيء في سوريا أظهر ترامب للعالم بأنه غير متوقع وأنه قد يغير تفكيره بسرعة ويقوم بأشياء وأعتقد بأن السيد بشار الأسلحة تخطى العديد من الأشياء بهذلك الهجوم الكيموية وطبعاً هذا لفت انتباه سيد ترامب وكان هذا على كل قنوات تليفزيون في الولايات المتحدة صور الأطفال صور الرضع الذين قتلوا وهذا كله طبعاً صدمة أعتقد بأن سيد ترامب عليه أن يضغط لروسيا لتبتعد من بشار الأسل أنت تعلم بأن واشنطن دائماً كانت تقول بأن روسيا عليها أن تبتعد من بشار الأسل بشار الأسل يجب أن يذهب وطبعاً كما قالت إدارة أوباما ولكن الآن السيد ترامب يقول بأنه يريد أن يضغط على روسيا وطبعاً تلك الضربات ربما هي ربما خطوة أولى ولكن أعتقد بأن روسيا ستعزل لأن السيد ترامب يريد علاقات أفضل مع الصين وهي الآن تقف معنا إذن كما قلت سيد ترامب لا يستطيع أي واحد توقع ما سيفعل ولا تستطيع أن تتكهن بما يفكر فيه سنأود إلى مسألة علاقات أفضل مع الصين الرئيس ترامب واضح أن هناك كيمياء كما وصفها بينه وبين الرئيس الصيني خلال اللقاء الأخير وسنتحدث أيضاً عن لماذا صوتت الصين بالامتناع بالأمس في مجلس الأمن البعض يقول هذا أيضاً مظهر من مظاهر عزل روسيا ولكن سيد سيدروف الضغط على روسيا لإبعادها عن الرئيس الأسد سمعنا هذه العبارة كثيراً في الأيام القليلة الماضية من قبل الدول الغربية سمعناها في مجلس الأمن وفي مناسبات أخرى إلى أي مدى برأيك يمكن أن تنجح هذه الجهود الغربية لإبعاد روسيا عن حليفها التقليدي نظام بشار الأسد على العكس البعض يقول هناك مؤشرات على أن العلاقة مازالت متينة وكما كانت ربما حتى أقوى الآن بعض الضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية الآن أعتقد أن مثل هذه الجهود الغربية سوف تؤدي إلى نجاحة وإخناع روسيا بالتخلي عن دعم النظام السوري وتحديداً الرئيس بشار الأسد علماً بأن روسيا قد صرحت مراراً بأنها لا تتمسك ببشار الأسد وإنما تتمسك بوحدة أراضي سوريا فهي تخشى من أنه في حالة رحيل الرئيس السوري سوف تنهار السوريا كدولة وستتفكك وربما ستنقسم إلى عدد من الدولات وهذا طبعاً ليس لمصلحة موسكو الاستراتيجية لأن السوريا غير بعيدة جغرافياً من الحدود الجنوبية لروسيا وجراتها الجمهوريات السوفيتية السابقة من هنا يمكن القول أن هذه الجهود لا يكتب لها نجاح لسيما إذا كانت على شكل أو بصيغة الضغوط التي تمارس على موسكو روسيا لا يمكن أن يتحدث معها الأحد انطلاقاً من القوة أو بشكل ضغوط بشكل إنذار عندما تشعر روسيا بمثل هذه الأمور بالضغوط الشديدة عليها فهي تتصرف عكس ذلك وهذا يعني أنها لن تقبل بمثل هذه اللغة أما إيجاد التفاهمات بشأن المستقبل السياسي في سوريا فمن السهل إيجادها أعتقد حتى بين موسكو وواشنطن وربما هناك مخرج أو حل لمشكلة الرئيس السوري وبرأيه هو يمكن أن يتمثل في تقريب العملية السياسية إجراء انتخابات رئيسية مبكرة حتى تتمخذ هذه الانتخابات عن رحيل بشار الأسد لكن هذه العملية ستكون شرعية وهذا ما يلائم موسكو وينسبها أما فيما يتعلق بمحاولات تخلى أو جعل روسيا تتخلى عن بشار الأسد أو حتى محاولات الإطاحة برئيس النظام السوري بالقوة فلا أعتقد بأنها يمكن أن تكون ناجحة لأسيما وسط الأوضاع الحالية حينما نرى أن روسيا تعارض ذلك بكل السبل والوسائل المتاحة لكنها طبعا تفضل أن يبت في هذا الأمر بطريقة سياسية وليس بطريقة قصف أو ضربات ربما سوف تقدم الولايات المتحدة على إنزالها ولكن يبدو أن هذه الضربة وبالمناسبة نعود إلى استهداف قاعدة الشعيرات كانت لها طبعا استعراضيا واحدا وهي كانت بمثابة رسالة مواجهة إلى داخل الولايات المتحدة إلى خصوم ترامب الذين اتهموه بكونه على صلة مباشرة مع موسكو ووصفوه بعميل موسكو الآن ترامب نال تأييدا ودعما حتى من قبل خصومه الديمقراطيين وهم يرحبون بهذه الخطوة ويرحبون بسياسته وهناك من يدفع الرئيس الأمريكي إلى المزيد من الحزم بهذا الاتجاه ولكن يبدو أن ترامب لا يريد المضي قدما في إنزال ضربات بسوريا واستخداف مواقع الجيش السوري تحت أي حجة كانت وبدون التشاور مع موسكو جفري لافت هذه النقطة التي أثارت سيد سيديروف بأن الضربة الأخيرة كما يقول سيد سيديروف كانت ضربة ذات طبع استعراضي وكان المستهدف فيها ليس إرسال رسالة لا للروسيا ولا للسوريا ولا لغير وإنما رسالة موجهة للداخل لخصوم ترامب تحديدا في الداخل الأمريكي ما رأيك في هذا التحليل أعتقد بأنه كان من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة أنه كانت رسالة طبعا لأولئك الذين يعارضون ليس فقط فالعديد في الديمقراطيين والجمهوريين يعارضونه ومنذ أن ضرب سوريا بعد طبعا المزاعم بالهجوم الكيماوي فإنه ينظر إليه على أنه إنساني وهذا طبعا كان جاذبا للديمقراطيين وأيضا للجمهوريين وحتى أولئك الذين كانوا ينتقدونه بشدة من الجمهوريين داخل مثلا في الكونغرس مثلا جون مكاين وغراهم وغيرهم حتى سي أنان شكرتها إذن بالنسبة للأمريكيين الآخرين وأولئك الذين صوتوا له لم يكن طبعا سعداء بهذه الضربة لأنه قال بأنه لن يتدخل في حروب في الشرق الأوسط وطبعا حينما ضرب ذلك هو تدخل مباشرة في الشرق الأوسط إذن كان رسالة نمع للأمريكان ولكنه أيضا كانت رسالة لروسيا ولأولئك الذين يدعمون بشار الأسد وبشار الأسد ويقول له بأنك إذا قمت بمثل هذا الهجوم سنضربه وكان أيضا رسالة لكوريا الشمالية والناس لمن ذلك وأيضا رسالة لإيران كما قلت سيد ترامب لا يحب استعمال القوة ولكن طبعا سيلجأ إليها في حال الضرورة طيب جيفري ما رأيك بما قاله أيضا السيد سيدروف بأن روسيا لا يمكن الحديث معها بمنطق الضغوط أو التهديدات أو الإنذارات وأنها لن تردق لمثل هذا الأمر وأنها لن تتخلى عن بشار الأسد يجب على الغرب أن يدرك أن روسيا لن تتخلى بهذا الشكل عن حليفها في دمشق ما رأيك أيضا في هذا حسنا أنا أعتقد بأن سيد سيدروف الآن ربما وصل إلى نقطة تقول بأن روسيا تريد أن تعيد بناء إمبراطوريتها ولا تريد أن تدفع طبعا أو يضغط عليها في نهاية المطاف روسيا ستدرك بأن اقتصادها هو لديها 2 تريليون دولار والولايات المتحدة 70 تريليون وطبعا مثلا والاتحاد الأوروبي أكبر منها بكثير إذن أمريكا والاتحاد الأوروبي أقوى بكثير اقتصاديا من روسيا روسيا إذن عليها أن تعمل معهم هناك طرق سهلة وهناك طرق صعبة ولكن طبعا الرسالة التي كانت أثناء زيارة سيد تيلرسون قالت للروس بأنكم يجب أن تعملوا معنا حتى نحل الأزمة في سوريا حتى نواجه طبعا داعش والإرهاب وغيرها ولكن على روسيا أن تبتعد عن بشار الأسد وعليه أن يذهب لأنه لن يكون هناك سلام إذا بقي هناك فهو قتل أكثر من أربعمائة ألف شخص هناك ودمر نصف سوريا والملايون الآن من السوريين في تركيا ولبنان والأردن وأوروبا وطبعا غيرهم من النازحين إذن هذا غير مقبول وغير مسموح به إذن أعتقد بأن روسيا قد وصلتها هذه الرسالة وعليها أن تتعاون سيد سيدروف البعض تحدث في الأون الأخير عن أن السيد ترامب يحاول استمالة الصين إلى جانبه وشاهدنا في اللقاء الأخير بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني نوع من الحميمية لم نعتد عليها من قبل وأيضا تحدث السيد ترامب على أن هناك ربما أشياء ممكن للصين أن تفعلها في عدد من الملفات في كوريا الشمالية وغيرها بالأمس أيضا شاهدنا الصين تمتنع عن التصويت ضد قرار المتعلق بالهجوم الكيماوي في سوريا والبعض قال أنه ربما هذا ناتج عن صفقة ما بين الرئيس ترامب وبين الرئيس الصيني ما رأيك في ذلك؟ أنا رأي في ذلك طبعا أن الرئيس الصيني ربما تعصر بما قال له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزناء زيارته الأخيرة لواشنطن ولم يكن من قبيل الصدفة أن هذه الزيارة تزامنت مع قصف واستهداف مطار شعيرات فبذلك وضع الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في وضع حار جدا لأنه كان على الرئيس الصيني إما أن يبارك هذه الخطوة وإما أن يعارضها ويحتاج عليها لكنه لم يفعل لهذا ولا ذاك كما يقال وبالتالي يبدو أن ربما سير المباحثات الصينية الأمريكية على مستوى القمة ربما تضمن صفقة ما تمثلت فيما بعد في امتناع الصين عن التصويت في مجلس الأمن حول القرار الخاص باستخدام الكيميائي في سوريا طبعا هذه المفاجئة لم تكن سارة بالنسبة لموسكو التي ربما كانت تتوقع بأن الصين سوف تحظو حظو روسيا وسوف تصوت ضد القرار وتلجأ إلى حق النقد الفيتو هذا لم يحدث وهذا طبعا دليل على ربما البدء في تباعد نوعا ما تباعد مواقف موسكو وبكين في تعاملهم مع الأزمة السورية لأننا نتذكر أن قبل ذلك التصويت على القرار روسيا والصين تضامنتا وصوتا ضد القرار ولجأتا إلى حق النقد معا هذا الموقف كان موقفا موحدا والبعض قالوا أن روسيا الآن تحاول جذب الصين إلى جانبها ولكن يبدو أن حجج الولايات المتحدة ربما أيضا كانت قوية لدرجة أن الصين قررت الامتناع عن تصويتها وذلك إرداءا ربما للولايات المتحدة وحتى إرداءا لمصالحها هي ولسيما المصالح الاقتصادية والتجارية لأننا جميعا نعلم أن اقتصاد الصين واقتصاد أمريكا هو من أقوى الاقتصاديات في العالم وبالتالي هناك مصالح اقتصادية موضوعية تجعل ربما من الضروري ومن المهم جدا تقارب مواقف هذين البلدين حتى إذا ملفات شائكة ومنها الملف السوري جفري ما رأيك هل كان هناك بالفعل اتفاق كما يعتقد البعض بين السيد ترامب والرئيس الصيني على أن تمتنع الصين عن التصويت وأن لا تقف عقبا في طريق مثل هذا القرار وربما جاء ذلك من خلال صفقة معينة كما أشار السيد سيدروف وكما يعتقد الكثيرون نعم أعتقد بأن سيد ترامب كانت لديه طبعا اجتماع جيد جدا يومين في فلوريدا مع الرئيس الصيني شين تشينبين وكل ذلك جرى جيدا وأعتقد بأن الصين كانت جيدة طبعا في موقفها بشأن سوريا وأيضا كانت مساعدة في رفضها لإرسال بعض الشحنات إلى كوريا الشمالية فمثلا الصين كانت ترسل شحنات من الأغذية وغيرها إلى كوريا الشمالية ولكنها الآن ستمتنع وكما قلت الأسبوع الماضي الصين كانت تساعد فبعد ذلك الاجتماع كل شيء الآن بدأ يثمر أعتقد بأن الآن الصين بدأت تبتعد وطبعا تنضم أو تصطف مع الولايات الموت تحدى لا أستطيع أن أتوقع ما سيحدث بعد ذلك ولكن على الروس الآن أن يفهم هذه الرسالة بأن طبعا بشار الأسد ودعمكم له هذا الشخص الذي وصفه سيد ترامب بأنه جزار وحيوان دعني أسألك جيفري أنت عملت مع حملة سيد ترامب خلال الحملة الانتخابية وكنت أحد المستشارين ربما في الشؤون الأمنية وشؤون السياسة الخارجية هل أنت من موقعك هذا تعرف ما هي رؤية السيد ترامب للأزمة السورية تحديدا؟ كما قلت أثناء الحملة الانتخابية لم يكن يدعو إلى تغيير النظام لأنه يفكر بأنه حينما يكون هناك تغيير في الشرق الأوسط مثل ما حدث في العراق أو في ليبيا أو في اليمن فالبلد طبعا سينزل إلى الفوضى ويسقط في الفوضى إذن هو لا يغامر في هذا الأمر وأثناء الحملة الانتخابية كان يريد أيضا إقامة علاقة جيدة مع روسيا كان هذا أثناء الحملة الانتخابية وحتى إلى الأوقات المتأخرة ولكن كما قلت ما تغير واللعبة ما غير اللعبة هو ذلك الهجوم الكيموي بشار الأسد خطى خطوات كبيرة وتخطى العديد من الخطوط كما قلت وهو أراد أن يختبر طبعا سيد ترامب وأيضا هناك جاريد كوشنر الذي يؤثر كثيرا كما قلت جاريد كان كديمقراطي في السابق ولكنه الآن جمهوري إذن ليس هذا الأمر يتعلق بالديمقراطيين والجمهوريين ولكن هو أقنع سيد ترامب أن عليه أن يتخذ خطوة قوية وإذن هناك أمور مختلفة كثيرا في واشنطن عن ما كان يحدث أثناء الحملة الانتخابية وخاصة ذلك الهجوم في إدلب وهو الذي طبعا غير سيد ترامب عاطفيا سيد سيديروف الدقيقة المتبقية دعني أسألك عن النشاط الدبلوماسي في موسكو اليوم كان هناك لقاء مع السيد وليد المعلم السيد لافروف وسيد المعلم غدا أيضا لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هل موسكو بصدد حملة مضادة تنشيط لهذه التحالفات أم أن هذه اللقاءات تندرج ضمن اللقاءات المعتادة التي تعودنا عليها في الفترة الماضية لا أنا أتوقع شيئا آخر من مباحثات لافروف مع معلم ومن ثم مع ظريف وزير الخارجية الإيراني وأخيرا هناك اجتماع آخر اجتماع سلاسي روسي سوري إيراني يوم غد أعتقد بأن روسيا ستحاول ربما إقناع كل من سوريا وإيران بضرورة التخلي ربما عن خطوات سوف تؤدي إلى مفاجآت مثل ما حدث بالضربة الأمريكية وأيضا روسيا ربما ستضغط على الطرفين السوري والإيراني ستحاول ممارسة ضغوط عليهم لربما جعل موقفهما أكثر ليونة فيما يتعلق بالعملية السياسية وموافقة دمشق وتهران على العودة إلى المفاوضات سواء في أستانا أو جنيف بدون طرح أي شروط مسبقة ومحاولة إيجاد تفاهم ما أتار في الآخر مع المعارضة ولكن من جانبها الولايات المتحدة يجب أن تضغط على المعارضة لكي لا تطرح على خير شروطا مسبقة وتجلس إلى مائدة واحدة بدون وسيط مع وفد النظام في المفاوضات السياسية القادمة جفري أقل من دقيقة اليوم موكالة انترفاكس نقلت عن وزير الخارجية الروسي سارجي لافروف قوله لنظيره السوري وليد المعلم بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن الضربات الجوية على سوريا ينبغي أن لا تتكرر هذا الاتفاق جرى بين السيد لافروف والسيد تيلرسون ما رأيك في ذلك؟ هل بالفعل هناك اتفاق روسي أمريكي على عدم الاستمرار في الضربات العسكرية في المستقبل؟ حسنا هذا محتمل ولكن أنا تشجعت كثيرا بأن روسيا قد أعادت الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا لأنهم كانوا قد تقريبا قطعوا العلاقات بعد هذه الضربة ولست متأكدا ما إذا كان هناك أي اتفاق ولكن طبعا إذا تم استبدال بشار الأسد وحتى من طائفة العلوية أو من أي جهة تم تعيينه في مكانه ومن أي دين أو آخره فما روسيا عليها أن تفعله هو أن تستبدل بشار الأسد إذا أرادوا أن يحافظوا على سوريا وطبعا أن لا يبقوا منعزلين عن العالم جيفري جوردون المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية كان معنا من واشنطن شكرا لك وشكرا لسيد يفجيني سيديروف الكاتب والباحث السياسي كان معنا من موسكو ترجمة نانسي قنقر